شكرا لك أميناكو العام وأنت بخير قبل أن نتوجه إلى موضوع حريق نعم حريق بمستشفى مصطفى باشا بمصلحة الجرحة العامة هذا الحريق الذي لم يخلف أي خسائر بشرية حيث تم نقل جميع المرضى الذين كانوا بجوار الغرفة التي نشب فيها الحريق إلى مصلحة أخرى والشرطة العلمية تتقصى لمعرفة أسباب الحريق التي تبقى مجهولة لحد الآن هذا الخبر الذي وصلنا اللحظة حيث نشب حريق قبل قليل بمستشفى مصطفى باشا الجميعي بمصلحة الجرحة العامة الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية تذكر حيث تم نقل جميع المرضى الذين كانوا بجوار الغرفة التي نشب فيها الحريق إلى مصلحة أخرى والشرطة العلمية تتقصى لمعرفة أسباب الحريق التي تبقى مجهولة لحد الساعة التفاصيل في ميكروفون سابرينا بوابل حدود الساعة السادسة واربعين دقيقة تفطنا عوان الأمن إلى خروج دخان من أحد الغرف في المطابق الأول بمصلحة الجرحة العامة تم الاتصال برجال الحماية المدنية الذين بعد مدة مش طويلات دوا يطفوا نيران على مستوى الغرفة الحمد لله لم يكن هناك خسائر بشري في المرضى الحمد لله لم يكن هناك خسائر بشري كانوا بعد ديجا المرضى بعد على المكان اللي وقعت فيه الحارق وكان بعض الخسائر المادية في العتاد تقريب العتاد ترجمة نانسي قنقر